اشتركوا في القناة شكل المعلقة بيدل عن شخصية المشترك اللي عملها جادرين نعرف اذا هو بنت ولا ولد يعني ما اجدر اقول لك مية في المية طبعاً جادرين نعرف بس بنعرف هو اكيد بالطبع فيه منافس علي من اصدقاء التلاتة ولكن منافسة حلوة طلاء ممكن مع كل احد طبعاً هتنافس لان كل احد عنده خبرة شكل عنده خلفية شكل عنده افكار شكل اتوقع مع الكل موسيقى وابتدى القسم الثاني والاخير من مرحلة التجارب والمشتركة الاولى حبيبة من مصر اللي اختارت تعمل مسقعة انا متأكرة من ان الحكام هتعجبهم المسقعة قوي وهينبهروا بيها جداً موسيقى 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 بعد حبيبة اللي ما ابهرتش الحكام زي ما كانت تتمنى اسلام من مصر طبخ وأنجز والحكام داؤوا معلقوا بس في حاجة شغلة بال أنيسة قوي يبدو أن عينها الصاقبة رصدت بقعة مايكروسكوبية على مريالة اسلام لازم تنتبه أكتر على لبسك يكون مبين أنه دايماً بتنظف مريولك وجاكاتك وحتى إذا اشتغلت كتير بالمطبخ على دي دي يكون عندك سبار ورا تغير تبين مرتب أكتر انا تفضل على مطبخي على الرغم من ملاحظات أنيسة الإسلام هي اخترته ينضم الفريقها وقت تجع مطبخي تكون غسلت الجاكت والمريول بإذن الله وحتى بعد ما مشي إسلام أنيسة لسه عندها حاجة تقولها عن نفس الموضوع جاي هو قل في الأول لعندي جاكت واحد بجاع الشاب جاعي بس شاية تطالع من المطبخ مش شاية من البيت بس شاية من المطبخ بس شاية من المطبخ بس شاية من المطبخ بعتذر باثني بس أنا وقت روح على المطبخ أشتغل معي جاكتين ومعي مريولين هنسيب أنيسة تواصل محضرتها عن النظافة نتعرف على ليزة ليزة برازيلية لبنانية وعلشان كده لغتها العربية مش تمام بس يا ترى طب خليزة هيكون تمام؟ أنا عجبتني بالأمي وكانت منعشة مش نهيك بقليك تفضلي على المطبخة إن شاء الله تنضمي لفريقة أنا بدي أختار باثني حاسات باثنية كتير مخضومة ارتحت لها خلا يهنيكن فكري من مصر وعمر من الأردن ومر وجمعة من مصر جهزوا مع عليهم موسيقى لا أوبقى تس عل بس ما راح ياخذك بفريقة للاسف عاجبة إغريق لا يعني زي الطبقة ما عجبهمش يباقى معيني تيست الطبقة كان جميل جدا بس مش عاقل عبير من مصر حبت تطبخ أكلة مصرية 100% أنا النهاردة هعمل الكشكل المصري أنا اخترت الزبادي ولبن رايد ولبن حليل وهعمل شوية حاجات كده بسيطة معها وصدور فراخ أسيب كل اللي في إيدي وأشوف البصل الأول ودي تبقى أهم خطوة في الكشكل لأنه لو خد لون غامة بيمرره بيدي طعم مش حلو للأكلة كلها صد لعلى المطبخة أنا باقي فريجي حبت نضمي لأفريجي تعالي باقي فريجي أوكي يا بختك يا عبير الحكام الأربعة كلهم عايزينك في فرقهم أختار شايف علاء الرجالة بتقول للستات مش بتطبخ كويس والستات بتقول للرجالة مش بيطبخوا كويس فيمكن كان رأيه أهم رأي عندي حيمثلي فرق كبير الحمد لله كان رأيه بصالحي وده وقت الأكل الصحي من إعداد نيرا من مصر الأكل عمالي مشكلة في حياتي درجة إنه خلى وزني زيت 50 كيلو عن وزني الأساسي ومن ساعتها عرفت المكونات الغذائية للأكل وعرفت إيه الأكل الصحي وإيه الأكل مش الصحي النهاردة هعمل صدور فراخ ما شوية هي ما فهش رسم مع خضار وهنعمل بطاطس هتقبل الفراخ بزيت زتون أوكي عشان زيت الزتون صحي باخد الخضار سوتير مش شوية زيت درة عشان مش صحي إنه هنحط زيت زتون كتير على النار هايسا من البحرين وامراته فاطمة اللي تعرفنا عليهم الحلقة اللي فاتت في غرفة الانتظار دخلوا المطبخ دلوقتي بعد طول انتظار بسوي سرلون ستيك مع صلصة بلوبيري وساتيد مشروع مع جبنة بيضة حذر كفتة لحمة بالجبن وسوس ورق العنب خلط النك هات هو اللي بيعطي طعم جديد ومختلف هوا هايس يمكن يكون مميز في هاي الطبق عندي عسل برتغال دبس تمر وعندي بعد حق الصلصة اللي هو بلسمي كلينجر بس ما عنب وثمه بصاب بنتي الكبيرة وصلتني ان اقول هاي ريم وان شاء الله تطلع التيبي يقولوا مو كل مرة تسلم الجرة بس اليوم بدالبرنامج سلم الجرتك معايا اههههههههههههههة لو تقدر تحملت علا معانا فريق ويحب إلّك إنه تنضم لفريقه واهههههههههههههة ومش لفريق علاق فاطمة الموجودة في غرفة المقابلات لسه ما عرفتش نتيجة جزهر وهي سمجي شخصياً ينقلها الخبر ماذا يجب أن أكترني؟ صحيح؟ أنا أخترت علاء مجرمت صحيح كيف؟ أنا أخذت الزوج وأنت أخذت الزوج آآ صحيح دا جزهة ما ش هنسوي؟ لازم كتانا هابي وايف هابي لايف يا زعيم هابي وايف هابي لايف ها أنا أحس الزوج هتربح زالك أبريجي ومع شغلي أنا معي خلينا نتكلم في كلام موقعي شوية وأفضل من إحنا بنتكلم فيه هابي رأى في النهاية لمن لا يعتبر خايف قال الوعي بس آآ بحسي نخلص على المبسوط مبسوط مبسوط مرحلة التجارب مستمرة ومشتركين كتير لسا مستنين دورهم ومن بينهم مروة أمام من مصر اللي عملت حدثة بالعربية من أربع أيام مبسوط أنا طبعاً من رجم الوجع اللي أنا حس بيه جامد جداً قررت أن أنا آجي زاتيست رجم أنا ممنوع من الحرك في 15 يوم أنا هفرج لجنة الحكم الطبق بتاعي بس أنا تعوانى جداً ورجلي وجعاني جداً وأنا بشتغل وده موطرني جداً أنا بعطيك فرصة بس للأسف مروة مش هتقدر تستفيد من الفرصة دي بسبب حالتها الصحية موسيقى محمد الله جبلوني موسيقى موسيقى مبروكة بس أنا أجلت للسيزن التاني وقبل ما نرجع المطبخ شوية يوجا مع روان من الأردن شعوري هلأ كتير محمى سيدخل الأطبخ ونفس الوقت هاكم مروقة سيئت بنفس كبيرة وأبداً مش خايفة من النتيجة اليوم رح أعمل شريم تنفورا طبخة أصلاً من أكتر من بارت سيني عاسيوي وإيطاليا لأنه رح أعمل طوميتو روزي ورد بيستو اخترت هاي الطبخة لأنه بتعزز فيها نكهة الأمامي اللي هي النكهة الخامسة بعد الحلو والمر والحامض والمعلح كل نكهة هتكون مبينة لحال ما في نكهة لطغة تانية والجاتز أول ما هيقدو اللقمة هيحسوا بكل نكهة حبيت ملعقتك حبيت فلسفتك حبيت ألوانك وحبيتك أبغاكي فريقي روش كان بنشبق لي حلم بحلم مش تذكرش عملت أبداً دينا مصرية عايشة في أستراليا وهي جاية مصر مخصوصة علشان تشارك في البرنامج يوم أنا بأطبخ تشينيز مع فراخ أنا بنحط سكر بوني على الفراخ عشان الكارامل يعني يعني يعمل الكارامل خائفة على الوعس بس بهس هنخلص على المبسود مبسود مزبوط هو تشلع صحت ب Yam рав وأهلا وسهلا بفريقي مونة أراد دينا في فرائقها وبيثني أيضا بس دينا هتخطار مين سحطة سنوح لك الممكن س PRIME جانسك لك الهام من السعودية حب التطبخ كينوة بالجنباري الطبق كله اللي بعمله شي جديد لأنه الكينوة أصلاً جديدة في مجال الطبخ الكينوة لازم تعطيها أفخر زيت زيتون عشان تعطيك الطعم هذا الماشروم صيني فيه لدعة حلوة مع مرارة مع حبوضة تدي الكينوة الأشياء اللي أبغاه في الوقت يديك الاختيارة فلا تروحي في فريق الثاني عبد نحن سعودين في بعض نفهم بعض شكراً شيف علاء شكراً الطبق شكله حلو فيه ابتكار وردتنا حتة حلوة طلعنا طارية شوية رجعنا برسي فود دخلنا على صوص على الكينوة الشي جديد فممكن تنقص وتزود فيجي منها لا بيجي منها مصبوط بيجي منها لحد دلوقتي أول فريقين في البرنامج اجتملوا خلونا قبل ما نواصل مرحلة التجارب نتعرف على أعضاء الفريقين دون ونبتدي مع فريق باثل شكراً 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 أنا اسم أريقو غرباوي عندي 23 سنة من مصر وشيف دراست ماركتنج وفينانس في مصر اسمي ليزيان حداد 35 سنة برازيلية لبنانية عندي كيترينج بلبنان أنا اسمين طايا عمري 33 سنة من مصر ومقدمة برامك طبق منايميز دينا ألدايف ايام 37 يوز ايجبشن استراليان ايام هانكوك أنا اسم حسين عرفة عندي 29 سنة انا شيف من مصر المشتركين الخامسة فريق باثني كلهم عايزين يعملوا حاجات خاصة بالطبخ لو كسبوا الجيزة كبرى في البرنامج لو كسبت هيخد الفلوس وحط بورت منه في البنك و بورت منه هعمل مطعمي و بورت منه هعمل أنجي أو لمص إذا ربحت الجيزة هبيتطور شغلي وعمل فرانشايزين إن شاء الله وطور أكتر عبد من لبنان إذا الله أراد أنا لو كسبت الجيزة أكيد هاعمل حاجة خاصة بالطبخ و هاعمل برنامج طبخ خاص بيه لو كسبت الجيزة هاعمل على المعهد الأورام والجزء الثاني حاول أن أفتح مطعم أنا أوزغف وقم مع بعض و دلوقتي يلا نتعرف على المشتركين في فريق علاء اسمي هيثام الشملون عمر 32 سنة من البحرين أنا هوي طبخ وعندي كيترينج بزنس مع زوجتي في البيت دويري سليم 27 سنة سوشيف من تونس أنا إلهامة بالسعود عمر 32 سنة من السعودية أشتغل أشتغل أكزيكاتيف شيف أنا شيف عبير كامل 43 سنة من مصر أنا اسمي أحمد سيد عندي 22 سنة ومن مصر أعضاء فريق علاء كلهم ابتدى تعلقهم بالطبخ لما كانوا صغيرين أحب الأكل من وانا صغير لأن أمي ما شاء الله كانت طبخة شاطرة ديت الطبخ وانا صغير في المنزل كنت نحلم اليونة بش نطلع شيف كبير ومعروف عملت دراسي في تونس في أكل فندقة ثم مشيت البريز كملت في أكل متع طبخ هوايتي من يوم أنا صغيرة طبخ مختلفة كثير عن صحباتي درست إدارة المستشفيات ما اشتغلت فيها ما حسيت نفسي في هذا المجال فتحت كترج من عندي في البيت دخلت المطبخ وانا عندي 8 سنين مع بابا الله يرحمه اللي علمني كل أساسيات فن الطهن لكن أنا مكتفيتش بكده وحبيت كمان أكمل بالدراسة أنا وانا كان عندي 10 سنين كنت بحب دايماً أقعد مع خالي شيف كنت دايماً بحب أعرف عنه كل حاجة لأنه كان موهوب قوي في المهنة دايت بعد كده امتهنتها وانا عندي 11 سنة كنت ساعتا كنت ستيورد كنت بشتغل في العطلة الوقت تطلعت كلها بحر الشرق المتوسط مزبوط مزبوط شف بحر أبيض متوسط قصد مرحلة التجارب لسه مستمرة لحد ما مونة وأنيسة يكملوا فرقهم المشترك التالي أحمد خليل من مصر عملت سمك بسوسعينة بقول القصة إن أنا اختار في السمك الفليب الزات عشان السمك ما بياخدش وقت وعرفت أنا كنت أنا ببقى عندي تكنية عالية أو في إن أنا أستخدم السمك يعني تصويت السمك كانت كويسة مطبوخة بطريقة حلوة وما هي مرة مستويها عادةً السمك داماً صعب إنك تصويه كويس يستوي بسرعة معاك عبغطي فريجي الحمد لله ربنا كرامني أن أنا قدرت أن أنفذ اللي أنا عايزه في وقتي برضو كنت طلعت الطبقة في المعاد بتاعه طعاً هو ينشرفني طبقة أنا أنضم الفريمونا وفاض المكان أخير في البرنامج هند من المغرب تتمنى أنيسة تختارها طبقت اليوم صلاتات ميلي ميلو صلاتة فرنسية ناقيتها لأنه تحتوي على كتير فيتامينات وسعرات حرارية من كفضة وصحة يميل تعمي ما بها شي بدا يعني لو عملتي لها شوية حمودة أكتر ويمكن شوية شلي كنت رفعتيها كنت حبيت أنه أخذك بمطبخي بس ماجد من الإمارات ممكن يكون هو سعيد الحظ ويخطف المكان المتباقي في فريق أنيسة أنا اليوم جيت أطبخ طبخة هندية تقليدية اللي هي برياني بالقريدة حبيتها بس حرائتني بالآخر بالأسف ما في محل بالمطبخة هندية بكثير طارق من لبنان اللي هيحاول يسحر أنيسة بطبق بلسالمن من البحر الأبيض المتوسط كنت حبيت تحط سمكة بايدة معها لأنه كان وقتها طلعت كلها بحر الشرق المتوسط مظبوط مظبوط البحر الأبيض متوسط قصدك خسكن قاعد عصافو لا بس عاكم الحال أنا عاجمن أكلك وعايش بقين يعني بحب أنه تعيش على مطبخة ونشتغل مع بعض وأهلا سهلا فيكم ونتطور مع بعض شفت بقى في الآخر ادحك جي لمصطحفك إزاي؟ إيه؟ إيه أنت كنت كل دحكت من الأول بس أنا ما قادر للضحك اللي هلأ فيني أتضحك هلأ هلأ طبعاً شفت يا طارق كل الدحك ده جاب نتيجة في الآخر ألف مبروك عليك المكان الأخير وانتهت مرحلة التجارب بعد ما اكتملت الأربع فرق وضروري نتعرف على أعضاء الفريقين اللي لسه ما تعرفناش عليهم ونبتدي مع فريق أنيسة طارق أحنادي من لبنان لعمر 55 سنة شفت الكوزين نايرا اللامعي 34 سنة من مصر بشتغل نيوترشنست ومديرة علاقات عامة في نجالة أزيان سلام محمد 25 سنة من مصر دبلوما في الكيتشين بعد كده هو دخلت على الفنادي واشتغلت خمس قويدر من الأردن عمري 27 سنة سوشا أنا اسمي جلال فاروق حسين سالم عمري 35 سنة من مصر بدرس إدارة فنادق بشتغل شيف دي بارتي في أحد الفنادق الموجودة في مصر المشتركين الخمسة في فريق أنيسة متقسمين بين حكتين حب المطبخ الإيطالي وحب الأكلات السبايسي المطبخ اللي بفضله صراحة هو المطبخ الإيطالي بحسه قريب لقلبي وقريب للمخيلة اللي ممكن إخلق منها الأطباق اللي بصورها بحب الكوزين اللي فيها سبايسيس كتير زي الإنزين والمكسيكون فممكن أفتح مطعم إنزين أو ماكسيكون المطبخ المفضل بالنسبة لي المطبخ الإيطالي لإني حسيت إنه شخصيتي نسقلت في هذا المطبخ من خلال العملية وحب أكمل فيه أنا بحب أأكل أكل السبايسي لما بيكون سبايسي بيبقى أفضل ليه وأحفتح مطعم تخصص في الأكل السبايسي أنا بحب المطبخ الإيطالي إنه هو مطبخ شعبي قريب من المصريين فيه دايماً بحب الروزوتو وبعمل لازانية وبعمل كل التخصصات اللي موجودة في المطبخ الإيطالي ومن فريق أنيسة لفريق مونة ودول هم المشتركين الخمسة اللي فيه أنا اسمح مطريدة من مصر سنت عشرين سنة بشتغل شي في عمومي عزيز زوان من لبنان عمري ثمانية وثلاثين سنة اكزاكتف بيسري شاف وبغني أوبيرا أنا روان تميم من الأردن عمري واحدة عشرين سنة أنا مقدمة بريامس طبع اسمي فاطمة جمال عمري تسعة وثلاثين سنة من البحرين وعندي كيترينج بزنس محمد صابر من مصر عمري ثلاثين سنة سوشي في فوندو المشتركين الخمسة فريق مونة ابتدت حكايتهم مع الطبخ من سن مبكر قلت أصحاب مطايم شرقية اللي هي الأكل المصر الشهير بتاعنا ده رسل سيحة وفنادق وبعد كده ربنا كرمني أن أنا قد قد قدرت أخوش أحد الفنادق الشهيرة هنا في القاهرة طافة بي كان عمري صغير طريعت أني أشتغل بفاتسرية قريب من حد بيتنا وطورت حالي بعد سنة وأنا استلامت الشغل بتذكر لما كان عمري خمس سنين كانت لعبة المفضلة هي أني أحشي ورق شجري التوت بحجارة وتروعة بأساس أنها ورق دوالي وكانت كل ألعابي وأنا طفلة مرتبطة بالأكل حبيت الطبخ من كنت صغيرة في ذات الفترة ما كان في تشجيع أن أنا أدرس طبخ فدرست الشغلة الأفضل حسب السوق اللي كانت الـ IT بس ما حبيته وما قدرت تكمل فيه وقررت أن أترك مجال الـ IT واشتغل بشيء أحبة وكان أكيد الطبخ بدأت رحلتي في المطبخ من سنوي ودخلت لمدارس مطبخ صغيرة وفنادق كبيرة وبدأت أطور من نفسي وأبحث في مهنتي عن إيه الجديد وحصلت على كتير من الجوائب وبعد مرحلة التجارب منافسة جمدة جداً في انتظار المشتركين في الحلقات الجاية لحد ما واحد فيهم بس يفوس في النهاية بالجائزة الكبرى وبكاس The Taste أعنا لونه بامبي لا الحياة بقى لونها بامبي الحياة بقى طيب الحياة لونها بامبي أيوة وأنا جنبك وأنتي جنبي أيوة